لكن الكل دلوقتي أو يعني مسيئي النية يقول لك إيه هو أصله كابت الخطيب بياخد قرارات منفردة وده بيحصل في النادي الأهلي ما أنا عايز أفهم من حضرتك حضرتك إحنا يعني نعرف حاجة قد كده لكن من حضرتك تعرف من زمان إيه اللي بيحدث داخل النادي الأهلي لأنها هي مؤسسة مش من النهاردة من 1907 الدنيا ماشي كده الخطيب أنا سمعت الأنترو الرائع اللي أنت قلته أنه مين بييجي بعد مين بيجي بعد مين بيتعلم إزاي وهكذا لكن أهم نقطة أن ده جزاي من الذي اختار هؤلاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وهي الجمعية الأقوى والأطخم في تاريخ الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية هي التي انتخبت هذا المجلس برئيسه وفي انتخابات بتبقى صعبة جدا وفي انتخابات بتبقى أقل حدة وهكذا لكن الذين ينتخبون مجالس إدارات النادي الأهلي هم الجمعية العمومية شديدة الوعي للنادي الأهلي نعم وكلمة الجمعية العمومية هي اللي ستاخدنا لجمعية أخرى مش عمومية لكنها جمعية عامة الجمعية العمومية في النادي الأهلي يمثلها أعضاء النادي الأهلي العاملين هنا بقى حيقولك الجمهور فين؟ معقولك الجمهور كجمهور بالعكس ده النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي برضا صحيح صحيح دول يمثلون الجمعية العامة لنادي أيوة وعلى فكرة دوما يبقى لهم رأي في الجمعيات العمومية ستجدهم بر أصوار النادي الأهلي لأنه لا يحق لهم الدخول والإدلاء بأصواتهم لكن يبقى لهم تأثير جدا على كل الأعضاء نظبوط الأعضاء الجمعية العمومية قبل دخولهم إلى النادي لكن ليس هؤلاء هم الذين أتحدث عنهم الجمعية العامة للنادي الأهلي ومثلوا على جماهير النادي الأهلي الملايينية الضخمة جدا في كل مكان مظبوط وإلا ما كانت حالة الحزن الملايينية بالأمس لمجرد أن الأهلي ليس لمجرد أن الأهلي خسر لكن لأنه كان سيئا جدا في شوط المباراة الأول نعم حالة الحزن العامة حالة حزن ملايينية مظبوط لأن هذا هو الأهلي الجمعية العامة الأهلوية دي في منها نسبة كبيرة جدا جدا بإيه لها صفحات على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو على تويتر الجمعية العمومية بتاعة النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الأهلي نحن نعرفهم واحدا واحدا طبعا لمسجلين عندنا بأساميهم بكرنهاتهم بكل شيء الجمعية العامة لا نعرفها مظبوط لكن المصيبة كمان مش في الجمعية العامة الأهلوية لكن الجمعية العامة المندسة التي تقود بعض من الجمعية العامة التي هي الجمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا في اتجاهات أخرى وما أسهل اللجان الإلكترونية المدفوعة التي يديرها مشبوهون في مختلف المجالات هؤلاء هم الذين يصنعون هذه الحالة غير الصحيحة في توصيف أي شيء بيحصل في أي حد ناجح لأن مصر أيضا تتعرض لمثل هذه اللجان الإلكترونية الزائفة طيب برضو أسأل حضرتك هل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على كرة القدم داخل النادي الأهلي بقرار مجلس الإدارة هل الكابتن محمود الخطيب يستطيع يستطيع أن يتخذ قرارات منفردة في إدارة كرة القدم؟ أعتقد أني أنا حضرت اجتماعات وبعضها كنت حضرتك حاضرا فيها ورأيت كيف يدير الكابتن محمود الخطيب أي اجتماع أنه يسمع كل الأراء وتسجل كل الأراء ثم يتم التصويت هذا هو ما تعلمه من قبله بس كان الكابتن حسن حمدي الله يدي الصحة كان دوما في أي موضوع يطرح يقول نسمعه من الأول لو لم يكن قد تم التصويت عليه لو لم يكن قد تم يقول نسمعه من الأول يعني أطراف الموضوع تحكيه من الأول وبالتفاصيل وبعد ما كله يقول رأيه نقول التصويت عشان نشوف إذا كان في حد معترض ونسمع وجهة نظره وتسجل لو اعترض أحدهم على شيء من اللي بتقال في الجلسة بيتم تسجيله في مجلس الإدارة بيتم تسجيله في محظر مجلس الإدارة بعد ما تنتهي طبعا وبعدها بيوقع الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع إذا ما كان كلامهم سجل أم لا أو لو ما سجلش يظهروا الخطأ اللي موجود هذا حضرتك حضرته وشفته وأنا حضرته وشفته وكثيرين حضروا وشفوه وبناء عليه فإن القرار في النادي الأهلي ديمقراطي بدرجة مئة في المئة وما أسقط البعض أيوة هو عندما تخلوا عن الديمقراطية في اتخاذ القرار ترجمة نانسي قنقر